بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ومرحبا بكم فيديو جديد من فيديوهات القناة دينا اليوم ان شاء الله سنبدأ الدروس ديالتانيا باكالوريا علوم فيزيائية وكذلك علوم الحياة والأرض و سنبدأ في هذا الفيديو سنبدأ إنا نتخو ديكسيون ليني تي اين يعني الوحدة الأولى واحدة الأولى اللي كتقدر لينعل لكونسوماتيون دو لاماتيار أورغانيك ال فلو ديناج يعني شنو لكونسوماتيون عرفة يل استهلاك استهلاك المادة العضوية وكن عرفو ان المادة العضوية كين فرقة ما بين المادة العضوية والمادة المعدينية المادة العضوية راك نقصدو بيها أي جزئة فيها الكاربون الهيدروجين والأكسجين و بارفوها عد المرات كيكون معهم الغازوت المواد المادنية بحل ناسيال بحل يعني تنعرفوهم يعني ما فيهمش ما مجموعينش فيهم الهيدروجين و مع الكاربون مع يعني مع الأكسجين وبالتالي فهو ما مشي مواد عضوية إذن هنا بش نفرقه المواد العضوية يعني هذه الأشياء اللي تناكلوها بحل متلا بتعطى فيها مادة عضوية تمر فيه مواد عضوية معطيشا القرعه خزو كل هاد الخضار الفواكه اللحوم فيهم مواد عضوية يعني هاد المواد عضوية كناكلوها علاش ناكلوها تناكلو باش يعني انسان لي ما تياكلش وهدا تكون ضعيف وفابل وما تدرش لازاكتيفيتاء الى اخره فبالتالي كناكلو باش نحصلو على الطاقة كناكلو دونك او مانج بو غفور دل انيرجي هادك الانيرجي كنحتاجوها في اي حاجة علاش غن ناكلو باش تولي عدنا الانيرجي علاش تولي عدنا الانيرجي لانها تنحتاجوها في بزاف دلحويش ابسط حاجة كنحتاجوها هما اللي تخونس بور ممبرانير مثلا اللي كنش فينا كنتر لغرادين دي كنش فينا هم في الأولى باكالوريا في الوحدة الثانية ديال يعني التركيب الضوئي فاش هدرنا على الانتقال ديال المواد المدابة عبر الاغشية الخلوية وقلنا انه كين واحد الانتقالات اللي كتحتاج الطاقة باش تكون كون كون تخلو غرادين دي كونسنتراتي يعني عكس منحات تركيز ادن هنا لكونسوماتيون دلا ماتير اوغانيك او فلو دينيرجي هاد الفلو دينيرجي هو مثلا فاش كتكون البطاطا مثلا في الارض يعني باقة في الارض ارى فيها واحد الكمية ديال المادة وفيها هذيك الكمية المادة فيها واحد الكمية ديال الطاقة فاش كننقيوا البطاطا هذيك لقشور ديالها كيبقوا فيهم واحد الكمية ديال الطاقة وفيهم واحد الكمية ديال المادة وهذه الجزء من البطاطا مثلا التي تناكلوها هناك كمية المادة وكمية الطاقة فنناكل له طيب البطاطا أو تناكلها فهذه الطاقة التي كانت في البطاطا أو الارض تدفق تنتاقل الجسم نفس الشيء مثلا هنناكل الخبز أو لا هنناكل أي حاجة هذا من نسبة الإنسان ونفس الشيء قدره نسقطه على بقية الكائنات الحيوانية يعني فاش كتنتقل المادة من مستوى إلى آخر أو من مستوى غدائي إلى آخر تنتقل المادة ومع الانتقال المادة كيكون الانتقال ديال الطاقة يعني كنها ضرعنا على استهلاك المادة العضوية الفلود إينارشي يعني كنسومسيون للماتير أورغانيك استهلاك المادة العضوية الفلود إينارشي يعني مع استهلاك المادة العضوية كيكون واحد التدفق ديال الطاقة باش نزيد ونفهموكتا غاد نديرو واحد لانتخوديكسيون ونتفكرو هادك شي اللي شفنا إذن كنها درنا على اللي بلانت اللي بلانت كلوروفيليا النباتات اللي يخضر إيش نو قلنا أهم مميزة دياله بلنا ديك يلسان أوتو تخوف كيفاش أوتو تخوف إينارشي يعني النباتات ما تتغدوش على شي كائنات حية إلا ولكن النباتات الله سبحانه وتعالى أعطاها واحد الميكانيزم أعطاها واحد الخصائص اللي تيخليها تقدر تنتج المادة العضوية الرأسها هادشي راشفناها غير تندكروا بيه باش نعرف وحنا فين غادين ده إذن هاد النباتات كتاخد عبر الجذور كتاخد الماء والأملاح المعدنية وعبر الأوراق ديالها كتمتصلوا السي او دو وعندها لكلورو بلاست البلاستيدات الخضراء وكتاخد كذلك أشياء على الشمس إذن هاد نباتات شنو غدير فاش كتاخد هاد الشي كامل شنو غدير كتنتج لنا المادة العضوية كتصيب لنا التمر كتصيب لنا البودور حبوب إلى آخرين كتصيب لنا مجموعة من الأشياء اللي كيتغدع لهم الإنسان والحيوان بالمقابل يعني بالموازات مع هذا كتمتصل لنا ما يسمى بتنائي الأكسجين إيا هي كتاخد سي او دو وكتطرح لنا ال او دو وكذلك كتمتصل لنا المادة العضوية إذا هاد العملية ديال كتاخد سي او دو وكتطرح لأو دو بالاستعانة بالبلاستيدات الخضراء في المقابل ديال الفوتوسنتيز كنا اخدرنا على رسبيغاسيون سيليلاغ شنه هي رسبيغاسيون سيليلاغ هي العكس يعني التعريف اللي كنا اخدرنا عليه في سيزيام هو العكس ديال الفوتوسنتيز إذا كان الفوتوسنتيز النباتة الإخضارية كتأخذ O2 وكترح الأوضو فالرسبيغاسيون سيليلاغ لكائنة الحياة الحيوانية كتأخذ الأوضو وكترح تنائي أكسيد الكربون ولكن هاد المرة بيتدخلوا هاد العوضاي الجديد لكيكون عند الخلية الحيوانية واللي هو الميتوكندري وبالتالي هنا لابد من أن نشير إلى الفرق ما بين الخلية الحيوانية والخلية النباتية يعني أبرلافورم اللي كتكون جيوميتريك عند السيلي الفيجيتال والعكس عند السيلي الأنيمال وكينافروقات أخرى ولكن أهم الفرق هو أن الخلية النباتية عفوا الخلية النباتية كتميز اللي اختارية كتميز بالتواجد ديال الكلورو بلاست البلاستيدات الخضراء هاد الكلورو بلاست هما اللي كيشدوا اللي السي أو دو وكي طرحوا أما عند الخلايا الحيوانية فما عندهمش لكلورو بلاست ولكن عندهم للميتوكندري هاد للميتوكندري كتاخد هدك الأو دو لي طرحاتو النباتات وكترح وكترح لنا يعني الخلية الحيوانية كترح لنا للسي أو دو اللي غتتاخدو النباتات وهنا كن هدرو على الفرق مبيل لا رهيس بيراسيون سيليلير و يعني الفوتو سنتز فهنايا عدنا جوج لحويش داخل الخالية شنو توقع يعني عدنا بجموع عمل العوضيات داخل الخالية ففشك تكون خالية نباتية فشك تكون خالية نباتية فان نسيست عن بروديكسيون دولا ماتير أورغانيك ستادر الفابريكاسيون دي كونسيشيون لاص يعني هنا عدنا نباتات العضوية او عدنا نباتات يعني الاخضارية كيكون عدنا إنتاج ديال المادة العضوية مفهم هاد المادة العضوية قلنا فيها وحد الطاقة كيف يشغنستخرجو هادك الطاقة باش تستعملها الخالية عن طريق la respiration سيليل او التنفس الخالوي شنو كيدير هاد التنفس الخالوي لابروديكسيون دولانيرجي نسيسير على سيرفي دلا سيولي يعني ها التنفس الخالوي كي ينتج لينا الطاقة اللازمة باش تبقى الحياة باش تبقى الخالية حية يعني باش تدير لي فانكشيون في طال ديالا وبالتالي هنا اي خالية خالية فكتحتاج للطاقة هادك من الطاقة منين غا تجيبها غا تجيبها من المواد العضوية اللي كتنتجها لنا النباتات اللي اختارية اذا هادي كنتكم من تخوديكسيون باش نلخصو اللي بلانت كلوروفيليان سان ديزات رفيفان اوتوتروفيا يعني داتية التغذية النباتات اللي اختارية كائنات حيات داتية التغذية البرودوز لغماتي اوغانيك يعني كتمتز لنا المادة العضوية اللي قولناك تميز بالتجمع ديال ديال الكربون والهيدروجين والاكسجين في جزئة واحدة وبالتالي انواع ديال المواد العضوية اللي كيناك اللي جليسيد اللي بيدي اللي بغوتيت يعني السكريات الدهنيات والبروتيتات هنا هاد النباتات اللي اختارية كتنتز ليا هاد المواد العضوية ولكن كيخصى وحد الشوروط او كيخصى وحد المواد اللي عاونوها باش نتشكونهوما ان اتليزان ال H2O الو لسيل مينيرو املاح المعدنية لسي او دو كي تتبصر بي اللي كي يعني اللي كيتمتص من طرف الاوراق اتخافر الاستومات يعني اللي كيكون في الاتموسفر انسي ك الانيرجي الامينوس يعني الطاقة الشمسية اه ذاك شعر لش كنسميوهم فوتوتروف اللي بلونت كلوروفيلي كنقوم أووتوتروف سي تدير داتية تغذية وفوتوتروف سي تدير كتغذية الاشيعة الشمس كنقضروه هنا على الفينومن بيولوجيك اللي هي الفوتو سنتز كي سو بخيزنت ان دو فاز يعني كيف ما عقلتو قولنا هاد الفوتو سنتز كتم في جوش دي المراحل الفاز كلار اي الفاز سمبر الفاز كلار لانها اللي اتدير ابليغاتوارمن تخصيكون لاليميار وهدي الفاز سمبر او للمرحلة المضليمة سميناها المرحلة المضليمة حينت كيف ما تتعرفو انها ما عندهاش علاقة بالضو مشي انها تتم في الضلام لا ولكن حينت ما عندهاش علاقة بالضو سميناها الفاز سمبر غير بمقارنتين مع الفاز كلار اللي كتعلق اساسا بالضو يعني لما كانش ضو ما كتكونش عندنا الفاز كلار وبالتالي هنا دي باندانت دو لاليميار اللي برمي لاترانسفورمشن دي لانيرجي لامينوز يعني الفوتون ان انيرجي شيمي هاد الفاز كلار كتتحول فيها التاقة الشمسية الى تاقة كيميائية يعني في الاخير كيكون واحد السلسلة من التفاعلات في الاخير هاد السلسلة من التفاعلات كالجمالية الادب مع البي واحد شوية لانيرجي وكيعطيوني واحد الجزئة الادب هاد الجزئة الادب سيتم مستعمالها من اجل انتاج من التفاعلات الادب داخل مرة النارحلة اخيرة الفاز كامb النح ان يخسliers في المرحلة طويلة المرحلة المدلمة هي مرتبطة بالمنتوجات اللي كتنتج لنا في المرحلة الموضة وبالتالي هنا كنهضرنا فقط على الزيتخفيفون أوتوتروف بالنسبة للزيتخفيفون أوتوتروف يعني اللي ماشي داتية تغذية أو اللي كتعتمد في الغداء ديالها على كائنات حياة أخرى دواف سنغي دون ماتير أورغانيك بوغان نكستخير لرينرجي شيميك أتيبي ونبرودوير لر بوبر ماتير أورغاني يعني شنو؟ يعني الحيوانات أو الكائنات الحية لا 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 يعني لا لا الغير ذاتية التغذية أو اللي كتعتمد يعني اللي كتعتمد في الغداء ديالها على كائنات حياة أخرى أو اللي على مواد عضوية دايجات النتجات دواف سنغي دون ماتير أورغانيك تغدى على بحل إنسان بحل الحيوانات يتغدى على واحد المواد عضوية وهذه المواد العضوية يستخرجوا منها الـ ATP وهدك الاتبي غيستعملوه باش ينتجوهما المواد العضوية ديانا. بحال مثلا احنا كناكلوا هدك الماكلة اللي تناكلوا سواء نخذينا خضروات او لا لحوم او لا هدا فكنحصلوا منها على الطاقة. ليهي الاتبي. حيط احنا ما كنصايموش اتبي ولكن كنا كنحصلوا عليه من هدك شي اللي كناكلوا من هدك الماكلة اللي تناكلوا. فاش كنتحصلوا على الاتبي كنقدرو نديرو اللي فنكسون فيزيولوجيك ديانا بيولوجيك ديانا كيدارو لرياكسيون الى اخيري. وكنقدرو كدالك بفضل هدك الاتبي ندجو لماده العضوية اللي خاصة بنا احنا يا ككائنات حيا اه اه اتيراطرف يعني اه مثلا العضالات ديالي كيفاش تصايبو بناء ان ارا مشي هدك اللحوم اللي كناكل كتحول مباشرة العضالات مثلا لا را هدك اللحوم مثلا اللي كناكلو او لاذك الخضر اللي كناكلو كنتحصلوا منهم فقط على الاتبي وهدك الاتبي اللي كنتحصلوا عليهم من الغداء يعني من المواد العضوية غايتستعمل باش يصايب لنا العضالات ديال القلب ديال ديال الامعاء ديال الرأس ديال يعني جميع العضالات او لجميع المكونات ديالجمس ديال اتمنى هنا تكونو فهمتو شنو غادي نقراو شنو كنقشدو بلا هدك اللحوم اللي كتحول ديال قلبче الامعاء ديالک اليسرير ايان السيد اليوا غادي gestesه ديالكه و pallيد تهجوبت العضالات ديالك و الدهان استعمل يعني المسيديarlه قلبية اللي كنتحولirs نجوبي عليا في ال altre餐 ملربات الإشار muy Option كالسizer اللي ك martyr الذي انه جميع إمآتنا فهادة جميع المدanı بمعنى آخر شنوهما التفاعلات المسؤولة عن تحرير الطاقة الكاملة في المادة العضوية؟ بمعنى آخر يعني باش نزيد ونفصله هاي كل الماكلة اللي تناكلوا كيفاش حتى كتحول أطيبة؟ يعني ذك الماكلة اللي تناكلو رمع عندها فيه نتمشي كيفما تتعرفو؟ الماكل اللي تناكلو قتمشي في الفم قتخضع الهضم ميكانيكي و هذا مكميائي الى اخرى و كتمشي الامعاء قتشي يعني عبر المرء الى الماعدة ثم الى الامعاء و كتخطع الظاهرات الامتصاص فاش كتمشي الظاهرات الامتصاص؟ يعني كتدوز من الامعاء الى الدم من الدم غدتوزع الخلايا فاش غددخول الخلايا غتخضع لواحد المجموعة من التفاعلات اللي غتخرج منها الـ ATP ما تخرج منها شي حاجة اخرى من غير الاتيبي. فاش كتخرج منها الاتيبي. هديك الاتيبي كيتستعمل في بزاف الحواج اخرى. باش نهضر باش نعطس باش ننتحرك باش نرمش عيني باش ندير اي حاجة توقع في الجسم. هذه هي تخصني الانيرجي. والانيرجي مني غنجيبها؟ غنجيبها من هديك شي غنناكل. اذا السؤال اللي تنترحو هنا كيفاش هديك الماكلة اللي تناكلو كتتحول الطاقة. بمعنى كل الصون اللي الفنومان شنو هما الظواهر او شنو هما التفاعلات اللي كتوقع في الخالية سلولة اللي كتوقع في الخالية. بمعنى اللي كتسمح اللي كتسمح بتحرير الطاقة الكيميائية الكمينة في الموطع. ثم سؤال اخر. فاش كتنتج هادة الطاقة؟ كيفاش كيتم استعمالها مثلا من طرف الجسم او لا؟ كمان انتخذنر الانيرجي شيميك دون لزاكتيفات سلولة كي نيسيست دون الانيرجي يعني كيفاش هادة الطاقة يتم استعمالها من طرف خلايا الجسم. ون غادي نشوفون نموذج ديال العضالات متعلن كيفاش كتستعمل هادة الطاقة. اذا حد لهنا كتكون سالة لانتخوديكسيون ديالنا. يعني ما بغيتش ندير انتخوديكسيون كل شيف هادة الفيديو. خليت لكم هاد الفيديو باش ما يكونش طويل باش الفيديوات يعني البديية ديال الدرس تكون. دونك هدي انتخوديكسيون الوحدة كاملة. وغادي يمبدأ ان شاء الله لو شاب بيتر اللي غايجي من بعد. نلتقي في فيديو اخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.